ترجمة نانسي قنقر العيون التي تستطيع أن ترى العيون التي يمكن أن ترى كلها مع الترجمة تماماً؟ لديك ترجمة؟ حسناً هذا العنوان أخذته من المسرحية التي شاركت فيها قبل عدة سنوات كان اسمها العيون التي تستطيع أن ترى باللقاء مع المخرج سألني لماذا اخترت تكون ممثل أو لماذا أنت تريدك تكون ممثل بعد ما حكيت كثير جوابته وأفكر أنه أنا بقدر أشوف أشياء التي غيري ما بقدر يشوفها وأعتقد أن المخرج سمى المسرحية العيون التي تستطيع أن ترى من الجملة التي حكيتها أنا من الناصرة الناصرة هي بلد تاريخية معروفة اليوم تحاول تنتقل من بلد كديم إلى بلد عصري وحديثة أكثر أنا ربيت بحي اسمه الحي الشرقي الحي الشرقي تكاثف سكانة بيئة تهدد جو قليلاً صغيراً قريب للإجرام عنف، عائلية خانقة فيه جو بخنق تكاثف سكانة، الناس على بعض وفيه شك ولد عمره 15-16 سنة مهدد أن ينحرف الاتجاه السلبي وأنا قليلاً قليلاً لم أرى حالي والتي تحولت لفتى كيف مقبول على المجتمع مشاكسة، عنف، سرقات، اعتداء على أملاك، مشاغبات وهذا تحولت للولد الذي له مستقبل احتمال يكون مجرم في المدرسة قرروا يعالجوا الطلاب الذين مهددين بالمستقبل أن يكونوا مجرمين وأنا كنت وحدة منهم باللقاءات مع عمال الشؤون الاجتماعية كنا باللقاء الأول الثاني الثالث روح البيت وصرت لعبة بالنسبة لنا تحدي كل عامل شؤون الاجتماعية يأتي وانت هذا العامل يريد أن يروح البيت هناك عامل شؤون الاجتماعية جديدة اسمه صائب 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 باللغة العربية صاحب الرأي الصائب نحن بالساحة عندما نلعب هو عمله ينتظر فينا أن نخلص لعب لكي ندخل على الغرفة أنا حاسس أن هناك أحد يظهر وحسيت هذه اللحظة في طاقة غريبة وحسيت أن هناك أحد يظهر وحسيت أن هناك أحد يظهر على حسيت أن هناك أحد يرى يظهر وحسيت أن هناك أحد يؤمن فيي من هذه اللحظة الصغيرة حدث يوجد يوجد حياتي تغيرت قليلاً 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 وأفكر واحدة من الأسباب أنني موجودة هنا اليوم هي هذه اللحظة التي شحنتني وهذا الشخص الذي يؤمن فيها التكيت مع أشخاص لكن بعدين ليس كثيراً ولكن هناك أشخاص التي تروني عيون بعد أن أخذ التعليم قررت أن أذهب إلى تل أبيب لتعلم مصرح ولا أحد من العائلة التي حوالي المصغرة شجعني أن أذهب أن أذهب ومع ذلك أصريت أن أذهب أن أذهب إلى تل أبيب مصرح اتصلت بتأخير ثلاثة شهر لمدرسة التمثيل يورام ليفنشتين يورام بالتليفون وافق أنه يرجع معي مقابلة يمكن لأنه عربي لا أعرف ولا أحد عرب لديه يمكن أنا نازل على تل أبيب على البلد التي فيها جامعة أكاديمية فيها حركة فيها أكشن وفجأة أكتشف أن المكتب والمدرسة تبعت يورام في منطقة المسجير منطقة نائية في تل أبيب شيء يشبه المنطقة التي أربيت فيها أصبح لدي إحباط بينه وبين نفسي كل تعيب لمدرسة لدي المدير لمدرسة ولكن أنا أتعلم هنا لم أتعلم هنا لمدرسة السكرتيري وجهتني لمكتب يورام المكتب كان مفتوح باللحظة الأولى التي فتت ويورام رأيتني ويورام تظهر صغير صباحه انطعج وحسيت في طاقة غريبة حسيت مرة أن هناك أحد يؤمن فيها حسيت أن هناك أحد يشحني أنا متأكد أن هذه اللحظة يورام وافق يأخذني إلى المدرسة أعمل لإمتحان بعدين وأخذني إلى التعليم خلصت التعليم وقررت أرجع إلى الناصرة أعمل مع الشرائح الضعيفة أعمل مع الناس بحاجة لعيون عيون ترى الناس المؤمنة أن هذا المكتوب عليها لا يوجد تغيير الناس الذين يوجد أبوها أو أمها أو أخالها أو المجتمع كتب لها ما تكون الناس الذين لا يوجد تحدي كلهم من الله أمها واحدة من القصص الرائعة التي حصلت معي في ولد كان مشهور بكلب لوتفايلر وبدور بالحارة واحدة من هواياته كانت أنه يخرج على بيوت الأغنياء ويكسر كزازة البيوت أو يمسك أولاد الأغنياء بالحارة ويضربهم ويكسر كزازة البيوت عندما جاءت للحياة أريد أن أشطل مع هذه الشباب وهو أجاني هكذا بجسم بهدد بلغة مهددة ماذا تفعل هنا؟ مبحر فيه أنا لم أفعل شي أنا لم أفعل شي أنا لم أفعل شي فقط أن أظلت بعيونه وحسيت أن هناك أحد متخبئ وراء هذه العيون قلت له هل تحب تعرف ماذا نفعل هنا؟ تفت 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 وقلت فالقاع اليوم هو الشاب الخريج بيتسوي كان ممثل محترف مرشد دراما ونعمل عدة مسارح في الجنوب وفي الشمال ونعمل مع تلاب الأشياء لم ينتهي هنا كان هناك أيضا تجربة أعمل مع فتيان في ضائقة يجب أن نجند أموال واحدة من الجلسات، واحد من المسؤولين، كل هذه المرة، الطلاب الذين أريد أن أشتلمهم، سيسكروا الشارع، ولكن ليس سكروا الشارع لأنه في حاملين سكاكين، ليس لأنه يحركوا، ليس لأنه يعتدوا على أملاك، ليس لأنه هناك بوليس فات على الحارة، هذه المرة سنسكر الشارع لأنه يصوروا فيلم، لأنه مسكين كاميرات، لأنه مسكين بوم، ساوند، يسجلوا ساوند، أعطينا مسارة، ليس كثير مسارة، ولكن كان كفاية أن نقوم بعمل فيلم، هذه مجموعة الشباب، هذه جزء من الجمهور الذين كانوا يأتي إلى المسرحيات، قسم من الجمهور، بحياته ما كان بقاعة مسرح، بحياته، هناك أشخاص من 25 سنة لم يفتوا قاعة مسرح، هذه ورشات، قبل خمس سنين تأسس مسرح، أو كنت من مبادرين لتأسيس مسرح، أنسامبل فرنج الناصري، مختبر ثقافي، معبدات تربوط، نحن ممثلين محترفين، ولكن أنا مصر، أنه دائماً نشتغل مع الشرائح الضعيفة، نكون بعلاقة وطيضة مع كل المجتمعات، اليوم عندي حلم، عندي حلم، أنه أنا يكون لدي مشروع، الذي لا يصل إلى واحد أو تنين بالسنة، لا يغير واحد أو تنين، لدي مشروع الذي يصل إلى ألاف، أريد عيون تصل إلى الكثير من الناس، لأنه أنا مآمن، لأنه هناك الكثير من الناس، بحاجة العيون تشاهدها، ليس لأنهم مساكين، لا، أنهم ليس مساكين، الفرق، أنه أنتم وأنا، أخذنا فرصة أن أحد يشاهدنا ويقامن فينا، ولكن هناك ملايين، بحاجة لأحد يقامن فيهم، ليس مهم من، ليس مهم، صائب من الناصرة، أم يغرم، ليفنشتين، أنت الأفيف، ليس مهم، هم عيون تشاهد، عيون تشاهد، العيون التي تستطيع أن ترى، شكراً، فضلك، فضلك، أعلم شهر، مبيات الألطار، مبيات الألطار، مبتلن، مبيات الألطار، وinationيام، فضلك تشاهد،